موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين قال تعالى في الآية الرابعة والسبعين بعد المئة الأولى من صورة آل عمران فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ثم بعد ذكر هذه الاستقامة الواضحة وهذا الإيمان البارز في الآية السابقة يذكر القرآن الكريم نتيجة عملهم إذ يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وأي نعمة وأي فضل أعظم وأعلى من أن ينهزم الأعداء الخطرون أمامهم من دون أي صدام أو لقاء ويعود هؤلاء المقاتلون إلى المدينة سالمين يبقى أن نعرف أن الفرق بين النعمة والفضل يمكن أن يكون بأن النعمة هي الأجر بقدر الاستحقاق والفضل هو النفع الزائد على قدر الاستحقاق لقد خرج المؤمنون مع النبي إلى حمراء الأسد خرجوا كما أمرهم ولم يلقوا من العدو كيدا ولا هم وهذا معنى لم يمسسهم سوء لأن العدو بعد أن علم بتجمعهم خاف وعاد إلى أهله وبعد انصراف العدو عاد المسلمون إلى أهلهم بنعم كثيرة من الله منها السلامة ومنها طاعة الله ورسوله ومنها إرهاب العدو ومنها الذكر الطيب وأية نعمة تعدل تنويها الله بهم وتسجيل هذه المنقبة لهم في اللوح المحفوظ وفي كتابه الذي يتلو آياته أهل الأرض إلى يوم يبعثون مضافا إلى أنهم اتبعوا رضوان الله أي اتبعوا ما يرضي الله ويوصلهم إلى مثوبته ورحمته باستجابتهم لرسولهم صلى الله عليه وآله وخروجهم للقاء أعدائهم بإيمان عميق وعزم وثيق فأنت ترى أن الله تعالى قد أخبر عن هؤلاء المجاهدين المخلصين أخبر أنهم قد صحبهم في عودتهم أمور أربعة أولها النعمة العظيمة وثانيها الفضل الجزيل وثالثها السلامة من السوء ورابعها اتباع رضوان الله وهذا كله قد منحه الله لهم جزاء إخلاصهم وثباتهم على الحق الذي آمنوا به ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله والله ذو فضل عظيم إنه فضل عظيم ينتظر المؤمنين الحقيقيين والمجاهدين الصادقين والله تعالى صاحب الفضل العظيم الذي لا يحده حصر ولا يحصيه عد هو الذي تفضل على هؤلاء المؤمنين الصادقين بما تفضل به من عطاء كريم وثواب جزيل وفي هذا التذييل زيادة تبشير للمؤمنين برعاية الله لهم وزيادة تحسير للمتخلفين عن الجهاد في سبيله عز وجل حيث حرموا بل حرموا أنفسهم مما فاز به المؤمنون الصادقون بهذا يسجل الله لهم في كتابه الخالد وفي كلامه الذي تتجاوب به جوانب الكون كله يسجل صورتهم هذه وموقفهم هذا وهي صورة رفيعة وهو موقف كريم وينظر الإنسان في هذه الصورة وفي هذا الموقف فيحس كأن كيان الجماعة كله قد تبدل ما بين يوم وليلة فقد نضجت وتناسقت واطمأنت إلى الأرض التي تقف عليها وانجل الغبش عن تصورها وأخذت الأمر جداً كله وخلصت من تلك الأرجحة والقلقلة التي حدثت بالأمس فقط في التصورات والصفوف فما كانت سوى ليلة واحدة هي التي تفرق بين موقف الجماعة اليوم وموقفها بالأمس والفارق هائل والمسافة بعيدة لقد فعلت التجربة المريرة فعلها في هذه النفوس وقد هزتها حادثة هزاً عنيفاً أطار الغبش وأيقظ القلوب وثبت الأقدام وملأ النفوس بالعزم والتصميم نعم وكان فضل الله عظيماً في الإبتلاء المرير وأخيراً يختم هذه الفكرة بالكشف عن علة الخوف والفزع والجزع إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إنه الشيطان يحاول أن يجعل أولياءه مصدر خوف ورعب وأن يخلع عليهم سمة القوة والهيبة ومن ثم ينبغي أن يفطن المؤمنون إلى مكر الشيطان وأن يبطلوا محاولته فلا يخاف أولياءه هؤلاء ولا يخشوهم بل يخاف الله وحده فهو وحده القوي القاهر القادر الذي ينبغي أن يخاف إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه كل من أطاع الله فهو من أوليائه وكل من استجاب إلى الشيطان فهو من أوليائه والله يأمر أولياءه بالخير ويرغبهم فيه وينهاهم عن الشر ويحذرهم منه أما الشيطان فإنه على العكس يأمر أولياءه بالشر ويغريهم به وينهاهم عن الخير ويخوفهم منه إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه ويلبسهم لباس القوة والقدرة ويوقع في القلوب أنهم ذو حول وطول وأنهم يملكون النفع والضر ذلك ليحقق بهم الشر في الأرض والفساد وليخضع لهم الرقاب ويطوع لهم القلوب فلا يرتفع في وجوههم صوت بالإنكار ولا يفكر أحد في الانتقاد عليهم ودفعهم عن الشر والفساد والشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش الباطل وأن يتضخم الشر وأن يتبدى قوياً قادراً قاهراً بطاشاً جباراً لا تقف في وجهه معارضة ولا يصمد له مدافع ولا يغلبه من المعارضين غالب الشيطان إذن صاحب مصلحة في أن يبدو الأمر هكذا فتحت ستار الخوف والرهبة وفي ظل الإرهاب والبطش يفعل أولياؤه في الأرض ما يكر عينه يقلبون المعروفة منكرة والمنكر معروفة وينشرون الفساد والباطل والضلال ويخفتون صوت الحق والرجل والعدل ويقيمون أنفسهم آلهة في الأرض تحمي الشر وتقتل الخير دون أن يجرؤ أحد على مناهضتهم والوقوف في وجههم ومطاردتهم وطردهم من مقام القيادة بل دون أن يجرؤ أحد على تزييف الباطل الذي يروجون له وجلاء الحق الذي يطمصونه والشيطان ماكر خادع غادر يختفي وراء أوليائه وينشر الخوف منهم في صدور الذين لا يحتاطون لوسوسته ومن هنا يكشفه الله ويوقفه عاريا لا يستره ثوب من كيده ومكره ويعرف المؤمنون الحقيقة حقيقة مكره ووسوسته ليكونوا منها على حذر فلا يرهب أولياء الشيطان ولا يخافوهم فهم وهو أضعف من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه ويستند إلى قوته إن القوة الوحيدة التي تخشى وتخاف هي القوة التي تملك النفع والضر هي قوة الله هي القوة التي يخشاها المؤمنون بالله وهم حين يخشونها وحدها أقوى الأقوياء فلا تقف لهم قوة في الأرض لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يعني أن الإيمان بالله والخوف من غيره لا يجتمعان وهذا كقوله سبحانه في موضع آخر فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وعلى هذا الأساس فإن وجد في أحد الخوف من غير الله كان ذلك دليلاً على نقصان إيمانه وتأثيره بالوساوس الشيطانية لأننا نعلم أنه لا منجأ ولا مؤثر بالذات في هذا الكون العريض سوى الله الذي ليس لأحد قدرة في مقابل قدرته وأساساً لو أن المؤمنين قارنوا وليهم وهو الله سبحانه وتعالى بولي المشركين والمنافقين الذي هو الشيطان لعلموا أنهم لا يملكون تجاه الله أية قدرة ولهذا لا يخافونهم قيد شعره وبذلك ترى أن الآيات الكريمة قد رفعت منازل الشهداء رفعتها إلى أعلى الدرجات وصرحت بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون كما أثنت ثناء مستطاباً على الذين لبوا دعوة رسولهم صلى الله عليه وآله حين دعاهم إلى الجهاد في سبيل الله ولم يمنعهم عن إجابة دعوته ما بهم من جراح أو ما قاله لهم المرجفون من أقوال باطلة فرضي الله عنهم وأرضاهم وخلاصة هذا الكلام ونتيجته هي أن الإيمان أينما كان كانت معه الشجاعة والشهامة فهما توأمان لا يفترقان إن للشيطان أسماء كثيرة منها اللعين والرجيم والغاوي والغرور ويمكن تسميته بالشحاذ المتسول لأنه يقف على باب القلب يستعطفه ويقرعه برفق ولين طالباً الإذن بالدخول فإذا أبطأت عليه تدرع وتملق بكلمات معسولة ويكفي منك أن توارب الباب ولو قليلاً فإذا فعلت دخل وأخرج من محفظته الغواية والخداع والوهم والإغراء وشرع بتمويه الحقائق وتشويهها وتزيين القضائح وتحسينها وصور عمل الخير شرا وجهاد المبطلين كفرا وسلم المحقين حربا والمنكرة معروفة والمعروفة منكرة وألبس الخائنة ثوب المصلح والمخلصة ثوب المفسد إلى غير ذلك من حياله وأضاليله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة